شكراً أخي عبدالهادي شكراً لكم أصحاب المشايخ ورؤساء القبائل أتيتكم اليوم لشرق بلدنا الثاني ليبيا نتكلم عن لا شرق ولا غرب ليبيا واحدة أنا توجودي اليوم في هذه المنطقة في بنغازي التي نعرفها من السابق يأتيم عند الرغبة والإرادة وكذلك تعليمات سيد رئيس الجمهورية السابق المجيد تبون الذي يبلغ لكم جميعاً لكل الشعب الليبي السلامه وتمنياته القلبية إن شاء الله لي السلام رجوع السلام في أقرب وقت على جميع تراب ليبيا الشقيقة كما تعرفون ليبيا والجزيرة لا فرق بيننا لا فرق بيننا استقرار وسلام ليبيا هو استقرار وسلام الجزائر نتمنى استقرار والأمن في بلدنا بلدنا ليبيا نتمنى أن نستمع إليكم ناتوكم يوم يعني بواسعين السطر قد مفتوح لكم جميعاً لكل الليبي والليبيين فقط الليبيين فقط ستجدون عند الجزائريين وعند الجزائر كل الجزائرين هما نفس القبائل نفس العواشر نفس الفكرة والمستقبل واحد بيننا الكل عندما أراكم اليوم سألت قبل دخولي وقلت هذا لباس جزائري وقالي لا أنا في الشرق الليبي يعني ما كانش فرقنا بنا ما كانش فرق وأنا مستعد للاستيماع لكم مشاكل أملية اقتصادية مالية نفطية مع دعم الجزائر ودعم إن شاء الله كل دول الجوا وهذا هو سبب التواجد اليوم مع أشياء دعوة لجميع الليبيين لأنه مفرق فيه شعب ليبي واحد موحد هذا ما نتمنى ونحن من جهتنا نرحب بدور جزائري الدور الجزائري المرحب به الجزائر دولة مهمة دولة محورية دولة جوار ما يضر الليبي يضر الجزائر وما يضر الجزائر إذن من مصلحة البلدين هو إعادة الأمن والاستقرار وإن شاء الله وهذا اللقاء إن شاء الله تكون مجموعة لقاءة أخرى شكرا